الآن قلنا عندما تدخل إلى البيت الحرام هناك الدخول مثل الدخول لأي مسجد تقدم الرجل اليوم مع الدعاء الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عندما تدخل إلى البيت الحرام المكي تدخل إلى المسجد كما تدخل إلى أي مسجد مع رجل وقال إذن المسجد الذي يتحدث هناك أي شخص يقول لك يوجد دعاء خاص لكذا أو كذا أو كذا تقول أريد أن هذا الدعاء يقول به بصحته عالم من كبار العلماء البخاري مسلم شيخ الإسلام هكذا نعم if someone ever comes to you and say there is a specific دعاء for anything then you have to say to them I would like for you to bring me the statement regarding this from the most major scholars like بخاري and Muslim those collectors of hadith I would like you to bring me the evidence from them to show what you're saying مثال بعض الناس يقول for example some people they say تحية البيت الحرام الطواف يعني لا يمكن تدخل البيت الحرام حتى تطوف في أي وقت هذا لا يصح تحية البيت الحرام مثل أي مسجد تدخل تصلى رقعتين تجلش so it's like any other masjid you go into the masjid you praise two rakat and then you sit down some say you have to wait till you make tawaf نعم لهذا بعض الناس ما يدخل البيت الحرام يقول لا استطيع أدخل أدخل ما استطيع طوف and for this reason some people don't even enter the masjid al haram because they say i can't always go in and make tawaf لا قلنا لكم احرس غاية الحرس متى ما وجدت من نفسك نشاط تطوف تعبت من الطواف تصلي المهم تكون في العبادة تكون في المسجد الحرام لا تخرج منها إلا فقط عند النوم بعد العشاء تخرج وترجع قبل الفجر هذا في الهندق وغير هذه الأوقات والله أخواني أحب لكم ما أحب لنفسي نعم so the shaykh he mentioned while you're in mecca spend as much time as you can all of your time in the masjid except for after عشاء and before fajr you go back to your hotel to eat i mean to sleep but as for that time spend all your time in the masjid and the shaykh says wallahi by Allah he loves for himself he loves for you that which he loves for himself تطوف make tawaf كل وقت تستطيع تطوف as much as you can anytime you have the ability to do make tawaf 7 rounds تصلي ركعتين pray the 2 ركعتين تصلي لله ركعتين 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 إلا في أوقات النهي ثلاثة أوقات لنستطيع نصلي فيها except for the free prohibited times that we're not allowed to pray in them بعد صلاة الفجر إلا أن تشرق الشمس تطلع الشمس after fajr until the sun has risen قبل الظهر تقريبا بعشرين دقيقة before الظهر has come in by twenty minutes approximately بعد العصر إلى المغرب after عصر إلى المغرب لكن لو طاف هذا الشيخ الآن بعد العصر يصلي ركعتين يصح أما يتنفل هكذا مطلق لا لكن إذا الشيخ كانت تطلع طواف بعد عصر ثم يجب أن يتنفل الى 2 ركعتين ولكن إذا كانت فقط مجموعة فقط مجموعة ثم هذا ليس صحيح نعم